موسيقى تجدر الإشارة إلى أن المقرون تبعد عن وسط بنغازي 80 كم كما تبعد 30 كم عن منطقة سلوك في بنغازي أيضا دعت ميليشيات حفتر العائلات المتواجدة في جنفودا إلى الخروج من المنطقة خلال 48 ساعة من خلال إسقاطها مناشير فوق مناطق سيطرة مجلس شورة ثوار بنغازي غرفة عمليات الكرام أعطت فرصة للعائلات المتواجدة بالمنطقة للخروج رفقة الهلال الأحمر الليبي من مناطق الاشتباكات حفاظا على سلامة هذه العائلات حسب ما جاء في الإعلام استشهد 15 عنصرا من قوات البنيان المرصوص واصب أكثر من 120 في تقدم قوات العملية وسط مدينة سرط المستشفى الميداني سرط قال أن شهداء قوات عملية البنيان المرصوص من مدينة مصرة وعدد من المدن الأخرى في حين تجدر الإشارة إلى أن عدد شهداء عملية البنيان المرصوص بلغ أكثر من 300 شهيد فيما فاق عدد الجرح 1300 عرض تحالف القوى الوطنية على رئيس البعث الأممية للدعم في ليبيا مارتين كوبلر ما سماه بتصور متكامل لمقترح مشروع وطني برعاية أممية يشمل كافة الأطراف التي وصفها بالفاعلة على الأرض التحالف في بان الله شدد على ضرورة أن يكون الحوار بين الأطراف الفاعلة والحقيقية على الأرض ليس مع من وصفها بالأطراف وشخصيات محدودة التأثير في المشهد السياسي الليبي إلى اللقاء